السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم سوف تحضروا قاطوه للعيد ولا اي مناسبة اخرى. هذا القاطو يجي محشي فقط بعجينة واحدة حضرنا زوج اشكال. وبالنسبة لهذا القاطو سنحتاج العجينة ونحتاج الى الحشو. بالنسبة للتشكيل سيكون بدون قوالب. اخواتي اذا اعجبكم الفيديو دلوا لي جام وخلوا لي تعليق تحت هذا الفيديو. والان سنحضر العجينة. بالنسبة للعجينة سنحتاج ثلاثة كيلات فرينة او دقيق ابيض. هذه الكيلة التي تزين مئتين وخمسين مليلة تعمى. نحتاج ايضا الى كيلة ناقص منها شوية سكر ناعم. كرسة ملح ملح ملحة صغيرة سكر فانيلا وملحة صغيرة خميرة الحلوة. نحتاج ايضا الى كوشور الليمون. نخلطوا شوية هذه المكونات الجافة. بعد نزيدوا المكونات المتبقية. هنا سنضيفوا الزبدة كيلة. زبدة ولا مارغارين تكون طرية. تقدروا تضيروا مزيج. زبدة ولا مارغارين مع السمن يكون دايب. هنا سنخلطوا مليح هذه الزبدة مع الفارينة. حتى نشوفوا باللي هذيك الزبدة دخلت مليح مع الفارينة. نضيفوا البيض. بالنسبة للبيض أنا استعملت زوج بيت. بيضة كاملة وصفار بيض للعجينة. والعجينة من سكر الفانيلا. والعجينة من هنا يجعلوا بيضة كاملية وصفار بيض في العجينة. أولا يجعلوا على مضافة سكر الفانيلا. ثم لم يتحلطوا مباشرة. يمكن قرار أوتش سكر الفانيلا. ، سيكون السكر الفانيلا. يجب أن تضيفه كمية كبيرة لأن الصكر يدوب ثاني هو يطلق الماء وضعه فقط بكمية قليلة وجميع العجينة نغطي العجينة بكيس بلاستيكي ونجعل العجينة ترتع لتساعدكم في عملية التوراق الآن سوف نحضر الحشو بالنسبة للحشو هنا عندي اللوز محمص مطحون خاشن استعملت ثلاثة كيلة لكن الكيلة اللي استعملت هاد المرة الكاس تعلاتي يوزن ثمانين مليل لتر ثلاثة كيلة محمص مطحون خاشر مع نصف كيلة انطح السكر عادي نخلطهم مليح ونعاودوا ونزيدوا ونطحنهم ونضيفونه قرصة القرفة 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 اختيارية تقدروا تنقصه ولا تقروا هنا عندي السمن زوج ملاعق صغير مع السمن يكون نطري ولا دايب نخلطهم شوية ثم نجمع الحشب بالمزهر 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 ثم نجمع الحشب الثمي مكادير مضبوطة لكي يكون كبير على القطر العجينة يجب أن يكون صغير قطعوا منها و تلاحظون الحجين بعض الأحيان ستسقط بكل سهولة و تفتحكم وضعوا بيادة البيض و تنزعوا هذه كل هذه الأزائدة من فوق نوضع بياضة البيض كما قلت لكم بياضة البيض لا كان فيه رائحة ولا كين بزفن ما يحملوش رائحة تقدرو تزيدو له شوية تحسكر فانيلا وتخلطوه وتطلو به القطعان تاعكم هنا رمضته في اللوز تحنته خاشن بعد غربلته باش بعد الحبيبات يكونوا كيف كيف نوضع القطعان تاعنا فوق بلاتو تكونوا وضعين فيه اما ورقة طهي ولا شوية فانيلا هنا شوفوا كيفاش تشكلوا مين تبغوا تشكلوا ما توضعوش فانيلا لو كانت وضعوا الفانيلا وتلفوا من بعد ما غادش الكطعات تلسق لكم هنا نفس الشيء نوضعو حربوش في الوسط ونلفوا العجينة مع الحربوش نغلق عليها جيدا كما راكم تلاحظوا ودائما هدوك الاطراف الاخير لازم منحوهم لان كين هناك فراغ والشكل التاحو ميجيش مثل السيغار يعني غادي يجيكم مختلف لو كانت تخلوهم لازم تقطعوهم لو بغيتوا الشكل التاحو ميجي كيمة السيغار ونفس الشيء نوضعو هنا البيادة البيض نطلو الكطعان تاعنا ببيادة البيض نطلوه جيدا باش هكا الحبيبات يسكو لكم مليح وبعد هنيا كي غادي تحطوها فوق الاخر إلا شفتوها نفتحت لكم هنا عادي تقدروا تزيدوا بيادة البيض لكن كما قلت لكم في الطاويلة متبغوا تشكلوا ما لازمش تكون فارينة لان الجهة السفلية غادي تعمل لكم فارينة ومين تلفوا هديك الفارينة ما تخليش القطعات تلسق لكم هنيا غادي تضغطوا شوية على الحبيبات التعلوز باش يسكو لكم مليح في القطع هنيا فقط ملاحظة باش تشكلوا بالخوف فلو وريت لكم قطعة واحدة باش تشوفوا الطريقة لكن لا بغيتوا التشكيل يكون سريع ورقوا العجينة التعكم من بعد قطعوها الى ضوائر ومن بعد قطعوها الى ضوائر ومن بعد قطعو الحشو وشكروا في الاخي تودعو المقصرة بهذه الطريقة ستسرعوا في الخدمة وتكملوها بالخوف بالنسبة للحشو الثاني هنا تاني نفس المقرادية لكن استعملت الجوز محمص ومطحون هنا العجينة ووضعتها كورات الوزن الترحم 45 غرام ووضعت كورات كورات في العجينة وضعت البيض وضعت البيض لان الشكل تكون متحف نكملوا اللفة للآخير تقرصها في الجوانب فتحات المليح إذا أردت الشكل الهلال يكون كبير وفي الجوانب لا تنسوا الثاني تقرصها في الجوانب ثم تضغطها في الجوانب وهنا لا تقرصها في الجوانب ولكن لن ينطيبهم لأنهم يفقدون الجوانب دائما ينطيبهم حتى نقرصهم بشكل التحق وأنهم يكون قاعد بعد شكل التحق اثناء الكميات المقرادير في الجوانب فرن الساخن ومدة الطيب كانت بالتقريب 25 دقيقة ولا حتى يتحملوا لكم على هذا القاوم بعد ما يبردوا تماما سترشوهم بشوية سكر الناعم دائما التزيين يبقى اختياري سنكترح عليكم هذا التزيين بعد ما هنا رشيناها بشوية سكر الناعم وضعنا الهلال في نصف وبرك وضعناها في الشوكولة تكون دايبة وهذا الشوكولة دوبتها في الميكووند ودائما كيتدوبوها ما لازمش تعطوها وقت كبير في الميكووند أعطوها وقت صغير في الشطرة الأول حركوها وعاودوا دخلوها ميكووند باش هكا تقعدكم سائلة لو كانت طولوا في الميكووند غادي جيكم الناشفة وضعت فقط الجوانب في الشوكولة وضعوهم في الكيسات تشوفو هنا يلقاوهم متاحة كيتلمسوها تشوفوها باللي ره يابسة صلبة لكنها ره يدوب في الفم وشاهية طيبة بالنسبة للهلال شوفو هنا ثاني كيف نفتحوه يكون يابس لكن ره يطري والحشو ره يطري لاننا وضعنا لها السمن هذا السمن هو اللي يخليها طري وصلنا إلى نهاية الوصفة نتاع اليوم وإن شاء الله تكون عجبتكم نقولكم مع السلامة وإلى فيديو جديد إن شاء الله